نضم إلينا مباشرة من الدمام أستاذ إدارة الأعمال الدولية الدكتور محمد القحطاني مساء الخير دكتور بداية دافوس الصحراء سيبدأ غدا بمشاركة واسعة وعالمية لصناع القرار كيف سيلقي بظلاله على اقتصاد المملكة؟ حياتي الأخوي محمد والأخوة المشاهدين بلا شك مثل هذا المؤتمر والمبادر لمستقبل الاستثمار يأتي والعالم بدأ لديه قناعة بالالتفات وعطاء وقت أكبر للاقتصاد ومنعه من التوجه إلى الركود ونقله إلى حالة الانتعاش فمثل هذه المبادرات التي تقدمها المملكة العربية السعودية وبحضور لأكثر من 300 متحدث دليل واضح بأن لا يزال هناك فرص استثمارية داخل المملكة أو حتى خارجها لأن هناك تنوع في الاستثمار والاستثمار الذكي هو الذي يكون داخل وخارج أو يذهب إلى الخارج ثم يعود إلى الداخل فبالتالي كل هذه استراتيجيات أعتقد أن نجحت المملكة العربية السعودية ما دامت أنها في دورتها الثالثة الآن أن تقدم فرص أكثر وأنا متأكد بأن ما أقيمت هذه الدورة الثالثة إلا وهناك مفاجآت كما عودتنا حكومة مولاي خادم حرمين الشريفين بأن سعودية اقتصاد خصب ولدينا من الفرص المتنوعة غير النفطية التي ممكن حقيقة أن تلامس تذوق المستثمر الأجنبي فالحمد لله هذا مبشر خير وأنا في اعتقادي أن الوقت الآن أصبح مواتي عن النسخة الثانية والأولى بحكم وجود الحمد لله حدوء في اليمن الآن بعد اللقاء والاتفاق الأخير لحدث في الرياض برعاية من المملكة العربية السعودية وكذلك هناك توجه إلى تخفيض حالة التوتر في سوريا لأن كل دول العظمى بما فيها المملكة العربية السعودية أصبح لديها قناعات بتكثيف الجهود نحو الاستثمار وخصوصا الاستثمار النوعي واللي يحمل معه رؤوس أموال كبيرة ليخلق فرص في تخفيض البطالة إذا مركزنا دكتور على الاستثمارات الأجنبية استطراداً لما ذكرت إعلان الصندوق الروسي لاستثمارات ضخمة يتخذ بقعداً له في المملكة كيف ستعزز ما حدث من قبل الاستثمار الروسي لثقة المستثمر الأجنبي؟ بالضبط يعني سؤال جيد روسيا دائماً حذرة في استثماراتها ولعل الحضور الأخير للرئيس بوتين وأعضاء من الحكومة والشركات الكبيرة الروسية دليل قاطع بأنهم وجدوا في التلاحم مع المملكة العربية السعودية سواء كان في استثمارات في روسيا أو أيضاً هناك رغبة في الاستثمار المملكة العربية السعودية تعزيز للصندوق وقد شهد الصندوق اللي تأسس عند زيارة خادم الحرم الشريفين لروسيا بعشر مليار دولار وجدوا إن هناك حقيقة نقلة نوعية في الفكر الاقتصادي والفكر الاستثماري فبالتالي أتوقع وجدوا ظالتهم وهي المملكة العربية السعودية فروسيا اقتصاد ضمن اقتصاد العشرين وكذلك المملكة العربية السعودية توجههم تقريباً مشابه ولديهم طموح ودول تملك نصف احتياطي العالم كل هذه حقيقة مؤشرات يجعل بالدولتين الكبيرتين أن تضع يدها مع بعضها البعض حتى تستثمر وتولد استثمارات جديدة ضمن الأفق العام للاقتصاد الوطني نعم بالفعل أيضاً إضافة لما ذكرت من ضمن الوفود الدولية المشاركة وفد أمريكي من عشر شركات يعتزم الدخول للسوق المحلية كيف ترى ذلك؟ كذلك نجحت حكومة مولاي خادم حرمين الشريفين في الانفتاح إلى دول العالم فأمريكا كان الكثير يعتقد بأن العلاقة السعودية فقط هي أمريكية بالعكس نحن ممفتحون للجميع قريباً ستسمع الصين بالأمس القريب كان هناك بنك ياباني مستثمر وهناك مستثمرين يابانيين كذلك هناك استثمارات كورية فبالتالي هذا التنوع اللي راح إن شاء الله يعزز من رؤية المملكة 2030 ويسارع في الخطى من أجل الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 نعم ودليل انفتاح المملكة كما ذكرت دكتور هو تحقيقها للمركز الأول عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال إصلاحات بيئة الأعمال سؤالي لك تحديداً يعني دكتور يعني كيف ستنعكس مثل هذه المعلومات المهمة خصوصاً إذا ما ذكرنا بأن المملكة هي الأولى تقريباً في الإصلاحات في البيئة الاستثمارية الاقتصادية دحديداً بالضبط يعني لاحظ أخو محمد المستثمر الأجنبي ذكي ودائماً يقرأ ودائماً ينظر لموازين المدفوعات لدول اللي بيستثمر فيها ودائماً يلجأ إلى الصندوق الدولي اللي المملكة تعتبر شريك رئيسي فيه كل هذه حقيقية المؤشرات ليست مؤشرات إقليمية وإنما دولية صنفت المملكة العربية السعودية وهي قاعدة تتقافز من مركز إلى مركز متقدم ليس بواحد ولا اثنين لا بل عشرات المراكز وهذا دليل واضح بأن هناك بنية استثمارية صحية وهناك أيضاً استقرار مالي هناك استقرار سياسي هناك فرص اقتصادية واعدة اقتصاد خلاق كل هذه الأمور حقيقة تجعل فضول المستثمر الأجنبي نحو السوق السعودية نعم ثقة المستثمر الأجنبي مهمة جداً بالتأكيد وهذا ما أكدته الأرقام في المملكة خصوصاً مع تزايد رخص الاستثمار الأجنبي لدينا الدكتور محمد القحطاني شكراً جزيلاً لك